موسيقى جيوكس أمفيبيوكس فولكسفاغن مساء الخير تحية طيبة لجميع متابعين تقصر العرب نرحب بكم في هذه النشرة الجوية لاستعراض آخر تفاصيل مسجدات المنخفض الجوي التي تستبدأ بعد قليل أيما ساعات ليلة الخميس على الجمعة بدأت فعلا الأمطار بالهطول ولله الحمد مع ساعات مساء الخميس في عدة مناطق في شمال ووسط المملكة إضافة إلى جنوب المملكة مع ساعات الليلة القادمة توقع أن تعبر البلاد أولى جبهات هذا المنخفض الجوي ستعمل بمشيئة الله على سيارة أجواء باردة وغائمة وماطرة في عموم المنطقة الشمالية والوسطى إضافة إلى مرتفعات الكرك نلاحظ معكم من خلال صور الأقمار الاصطناعية التالية بدأت تشكل المنخفض الجوي كما هو ملاحظ إلى الغرب من جزيرة قبرص كذلك الحال بدأت تشكل الجبهة الوائية الأولى التي تتحدثنا عنها في الحوض الشرقي من بحر أبو المتوسط وتتحرك شرقا باتجاه المملكة وعموم المنطقة نلاحظ معكم من خلال الصور التالية الجبهة الوائية الباردة الأولى التي تتحدثنا عنها كما هو مبين هنا نلاحظ كذلك الحال جبهة الوائية باردة ثانية أخرى ستبدأ بتأثير مع ساعات مساء الغد حتى ذلك الحين توقع أن تستمر الأجواء باردة غائمة ماطرة في عموم المناطق هذه الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرادية والبرد كذلك الحال لا يستبعد مع ساعات صباح الجمعة غدا الجمعة هطول زخات غير متراكمة من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية تدريجيا مع ساعات مساء الغد تتحرك هذه الجبهة الوائية الثانية من منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط لتؤثر كامل على المنطقة والمملكة خاصة هذه الجبهة الهوائية الباردة الثانية ستكون بمشيئة الله محملة بالثلوج على المرتفعات تتزيد عن ألف متر مع ساعات مساء الجمعة تيمتد هذا الارتفع ويتدنى حتى وصولا إلى مناطق تقل عن 800 متر حتى 700 متر ربما تشمل بذلك العديد من المدن الأردنية بما فيها مناطق واسعة من العاصمة عمان بمشيئة الله نلاحظ معكم من خلال هذه الصور أجواء أنطار غزيرة متوقعة مع ساعات صباح غدا الجمعة في مختلف المناطق درجة الحارة في العاصمة عمان بحدود أربع درجات مئوية كذلك الحال مع ساعات الصباح والظاهرة هناك تراجع طفيف على الحالة الجوية مع ساعات ظاهرة الغد تبقى الأجواء باردة غائمة ماطرة مع تساقط البرد تدريجيا مع ساعات العصر هناك بدء تساقط إلى الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1200 متر في المنطقة الشمالية خاصة في جبال جرش وعجلون إضافة إلى مرتفعات المزار الجنوبي في محافظة الكرك تدريجيا مع ساعات مساء غدا والليل الأولى يتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر في شمال المملكة تشمل كامل مرتفعات جرش وعجلون تنتقل تدريجيا إلى المرتفعات الوسطى بما فيها مرتفعات العاصمة عمان تبدأ في المناطق الغربية والشمالية منها تمتد مع مرور ساعات الليل حتى منتصف الليل لتطال معظم أنحاء العاصمة عمان مع أجواء باردة كما هو ملاحظ درجة الحارة الصغرى لليلة الجمعة على السبت تتدنى إلى حول الصفر المياوي وربما أقل في مرتفعات العاصمة عمان وحينها سيتدنى مستوى ارتفاع تساقط الثلوج مع ساعات فجر السبت ليصل إلى حتى 700 متر كما هو ملاحظ من خلال الرسمة البانية التالية تدرج ارتفاع تساقط الثلوج مرورا مع الوقت كما هو ملاحظ هناك انخفاض كبير في مستوى تساقط الثلوج بدءا من ساعات العصر والمساء ليصل في قمته أو ذروته مع ساعات فجر يوم السبت هنا تكون المملكة في وضعية ثلجية كاملة أجواء شديدة البرودة غائمة مثلجة في المناطق التي ترتفع أكثر من 700 أو 750 متر تشمل المناطق المرتفعة من مدينة إربت محافظتين جرش وعجلون خاصة في المناطق المرتفعة منها مناطق واسعة من العاصمة عمان مدينة أصلت كذلك الحال مدينة ماذبة إضافة إلى مرتفعات الكرك والطفيلة كذلك الحال لا ننسى مدينة المفرق بعد ما شئت ألا نلاحظ معكم من الصورة التالية كميات الثلوج المتوقعة وماكن تساقطها كما هو موزع بدءا من المنطقة الشمالية والبادية الشمالية الغربية وصلنا إلى مرتفعات جرش وعجلون كذلك الحال قيمة العاصمة عمان والبلقاء كذلك الحال مرتفعات الكرك والطفيلة التي متوقع أن تحظى بالقدر الأكبر من تساقط الثلوج التي ربما تتجاوز 20 سنتيمتر في تلك المناطق إضافة إلى قيمة معجلون وجراش في حين يكون تراكم الثلوج في داخل العاصمة عمان قرابة 5 إلى 10 سنتيمترات تزيد عن حاجز 10 سنتيمترات في مرتفعاتها الغربية والشمالية كان كل هذه المعلومات حتى اللحظة نلتقي معكم خلال الساعة القادمة وفي بث حين مباشر ليطلعكم حول آخر المسددات لهذا المنخفض الجوي الثلجي دمتم برعاية ألا اشتركوا في القناة